غادر عبر من عدن ثمانية وثمانين لاجئاً صوماليين ضمن برنامج الإعادة الطوعية الممول من مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية ويشمل البرنامج نقل الصوماليين الراغبين في العودة لبلادهم من عدن عبر البحر الأحمر ليتم نقل اللاجئين لاحقاً كلاً حسب مسكنه إلى عموم المقاطعة الصومالية وكان مركز الملك سلمان قد عمل على إعادة ما يزيد عن ألفي لاجئ صومالي من اليمن إلى بلادهم منذ بداية برنامج الإعادة الطوعية للاجئين في العام الفين وثمانية عشر